وللحديث أكثر نضم إلينا من المنامة الكاتب والباحث السياسي عبدالله باجنيد مساء الخير أستاذ عبدالله خلني أبدأ معك أستاذ عبدالله يعني هناك ملفات ساخنة ملفات معقدة في المنطقة نبدأ بالملف الإرهابي أستاذ عبدالله هذا الملف كيف سيكون التنسيق والتعاون لمواجهة الإرهاب تصحيحا لو سمحت عبدالله الجنيد أهلا بك السلام عليكم أما في تناول عملية معاجهة الإرهاب فعلى ما أعتقد المنظومة الخليجية أمنيا أصبحت أحد الأمثلة التي تقدم نجاحات متكررة في عملية الاستباق في الكشف وكذلك المجابهة كل التنظيمات الإرهابية في عملية الكشف خلقوا منظومة الدعم والإسناد السياسي اللوجستي المالي وغي ذلك سوى في الداخل أو الخارج فالآن المنظومة الخليجية من خلال هذه التجارب تستطيع أن تنقل الكثير من الخبرات لدول مثل تونس التي تعاني من استهداف الرهابي نعم طيب أستاذ عبدالله لو نتحدث عن الاستراتيجية لمحاربة الإرهاب يعني أنا نتحدث كأمنيا وفكريا كيف سيكون؟ الإرهاب هي ثقافة فيجب أولا أن تستهدف في حواظنها الفكرية ثانيا الانتقال في عملية إخراجها من حواظنها المجتمعية وهذا يتطلب جزء بدأ الآن تفعيله من 2015 من قبل المنظومة الأمنية الخليجية أنا لا أتكلم عن منظومة الأمنية الخليجية هو ناقل الخبرات المتراكمة لدى دول مثل المملكة العربية السعودية البحرين الإمارات يعني إلى دول أخرى مثل الكويت ورأينا عملية التنسيق الأمني كيف عندما اكتشفت خلية كبرى في البحرين في 2015 أدى إلى عملية التساقط الدومينوز فتم اكتشاف خلية العبدالي في الكويت كذلك تم اكتشاف خلايا أخرى في العوامية في المملكة العربية السعودية العملية يجب أن تكون متواصلة متواترة بأبعاد أمنية اجتماعية وسياسية فالآن نحن نجد أن تفعيل التعاطي في عملية مساهمة المجتمع في محاربة الإرهاب أو كثقافة قبل أن يكون فكر وثقافة قبل أن تكون لها واجهات السياسية التي تم تجريم الانتماء لكل هذه الأحزاب التي تعتمد سلوب توظيف القوة في التعبير عن موقف سياسي نعم كان معنا من أمنام الكاتب والباحث السياسي عبدالله الجنيد شكرا جزيلا أستاذ عبدالله